موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة يوهي تيفي بالعاصمة كييف معكم محمد زاوي والبداية بأبرز العنوين في الذكرى الثانية والعشرين لتوقيع معاهدة بودابيست أوكرانيا تتهم بعض الشركاء الغربيين بالتقاعس في تنفيذ بنودها أول مؤتمر لرؤساء البلديات في أوكرانيا يدرس إقامة مشاريع مدن ذكية وفي النشرة أيضا نار وماء وهواء وتراب وسماء في لوحات للفنانة الأوكرانية ألونا كوزنيتسوفا ماذا بعد مذكرة بودابيست؟ سؤال نقشه العديد من الخبراء بالعاصمة الأوكرانية كييف والذين أشروا إلى ضرورة توقيع أوكرانيا اتفاقيات دفاعية جديدة مع شركائها وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي لضرء الخطر الروسي مذكرة بودابيست التي تم التوقيع عليها قبل 22 عاما قدمت خلالها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وعودا بالحفاظ على وحدة وسيادة أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية التي كانت تمتلكها أوكرانيا تتهم بعض الشركاء الغربيين بالتقاعس في تنفيذ بنود هذه المذكرة التي لم تمنع روسيا من الاستلاء على شبه جزيرة القرم وجزء من أراضي منطقة الدنباس في شرق البلاد هذه الدول بدورها تلقي باللوم على روسيا وتحملها مسؤولية تداهر الأوضاع في أوكرانيا مذكرة بودابست لم توفي بالتزاماتها وعدم تنفيذ هذه الالتزامات يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يجب أن نحقق البنود الأمنية التي تم التوقيع عليها في هذه المذكرة مع شركائنا الغربيين لقد حاولنا فعل ذلك مع الولايات المتحدة في العام 2008 بحيث لم يكن متوقعا أبدا في ذلك الوقت أن تقود روسيا عدوانا ضد أوكرانيا واليوم نرى نتيجة عدم التفاهم السياسي الذي حدث آنذاك إقامة مشاريع مدن ذكية قضية كانت ذات أولوية بالنسبة للمشاركين في المؤتمر الأول لرؤساء البلديات بالعاصمة الأوكرانية كييف المؤتمر الذي عرف مشاركة مختلف رؤساء بلديات أوكرانية ونظرائهم من دول أخرى نقش أيضا مسألة الشراكة والتواصل بين الحكومة والسكان في مختلف المناطق المشاركون تبادلوا الخبرات في مجال تنفيذ المشاريع ووضعوا أسسا للتعاون على إقامتها رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير هرويسمان طرح في هذا المؤتمر رؤيته في مجال بناء المدن الذكية مؤكدا على خبرته في هذا المجال والتي تجاوزت الثمانية أعوام هرويسمان يعتقد أن النظام اللامركزي الذي بدأت أوكرانيا بتطبيقه سيكون أحد عوام النجاح هذه المشاريع كنت وما زلت وسأبقى داعما للسلطة اللامركزية في أوكرانيا وسوف أسعى لتعزيز وتفعيل دور إدارات الحكم الذاتي المحلية في مختلف المدن في موضوع آخر قضت المحكمة الاقتصادية بالعاصمة كييف في الدعوة التي أقامتها لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا ضد شركة غازبروم الروسية المحكمة الأوكرانية ألزمت الشركة الروسية بدفع أكثر من 6 مليارات ونصف المليار دولار كغرامات المبلغ يشمل غرامة حول إساءة استخدام هيمنتها على سوق نقل الغاز عبر أوكرانيا وعقوبات مفروضة على التأخر في السادات لتذكير فإن لجنة مكافحة الاحتكار قامت في يناير من هذا العام بتغريم شركة غازبروم بأكثر من ثلاثة مليارات دولار إلى شرق البلاد هدوء حذر تعرفه منطقة عملية مكافحة الإرهاب في الدنباس وزارة الدفاع الأوكرانية وفي بيان أكدت أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا في صفوف القوات الأوكرانية في غضون ذلك تعرضت مواقع الجيش الأوكراني إلى سبع هجمات في المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول الاستراتيجية بلدات مارينكا وطلاكوفكا وشيروكنا تعرضت لإطلاق نار مكثف بالأسلحة الثقيلة في المنطقة الواقعة باتجاه دونيتك تعرضت مواقع الجيش الأوكراني لإطلاق نار دام أكثر من ست ساعات أكثرها في بلدة أفدييفكا في المنطقة الواقعة باتجاه لوهانس قصف العدو مناطق جولتي، لوباسكينا، كريمسكي وباباسنيا وذلك باستخدام الأسلحة الخفيفة على مدار الأسبوع السابق سجلنا نحو تسع هجمات في هذه المناطق في ذات السياق وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس شتولتنبرغ الوضع في منطقة الدنباس بالخطير بسبب الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة وأكد الأمين العام للناتو دعم الحلف السياسي والعمل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي على أراضيها تصريح شتولتنبرغ جاء خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء خارجي الدول حلف شمال الأطلسي والذي يُعقد في بروكسل غداً وبعد غد لا يزال الوضع الأمني في شرق أوكرانيا خطير للغاية يتم انتهاك وقف إطلاق النار لمئات المرات وبشكل يومي وتستخدم حتى الأسلحة التي تحضرها اتفاقيات منسك وذلك بسبب عدم سحب الأسلحة الثقيلة 13% فقط من الأسلحة مسجلة لدى منظمة الأمن والتعاون والتي من الممكن مراقبتها وتتبعها في الرياضة يواصل نادي موتور الأوكراني لكرة اليد سلسلة نتائجه الإيجابية في مسابقة دور أبطال أوروبا بتسجيل فوزه السادس في هذه المسابقة موتوره على أرضية ملعب مدينة خاركي في شرق البلاد حقق فوزه الجديد على ضيفه بيشيكتاس التركي بنتيجة 34 مقابل 28 بهذا الفوز ضمن موتور تأهله للدور المقبل في البطولة بينما سيلعب المباراة الآخرة من دور المجموعات في 12 فبراير 2017 ضد فريق هول ستيبرو الدنماركي والتي تعتبر للفريق الأوكراني مباراة شكلية بعد ضمان تأهله نار وماء وهواء وتراب وسماء كل هذا يمكن مشاهدته في لوحات الفنانة الأوكرانية ألونا كوزنيتسوفا التي قدمت بالعاصمة كييف معرضها الشخصية الخامس بعنوان طبيعة الأحاسيس المعرض يتضمن 15 عملا جديدا من أعمالها الزميلة طمرة كونونينكو كانت حاضرة في حفل الافتتاح وعادت لنا بهذا التقرير الذي يقرأه الزميل يامن خضور تتبع الفنانة ألونا كوزنيتسوفا النمط التجريدية في لوحاتها من سبع سنين وخلال هذه المدة استطاعت تكوين أسلوبها الخاص في الرسم والذي تحتفز بسريته وتقول بأن الأفكار تولد فقط أثناء العمل هذه ليست لوحات واقعية بسيطة بل على العكس هي أعمال لن تعرف نتيجتها حتى تنتهي من عملها حين ينتابك شعور داخلي في لحظة معينة من جريان العمل سمي المعرض بطبيعة الأحاسيس إذ أن كل الأعمال في هذا المعرض تحمل جوهرا طبيعيا ولفهم ذلك يجب إشراك جميع الحواس فيها جوهر المناظر الطبيعية ولا تحوي مشاهد سردية أو واقعية أو اعتيادية مناظر ترى من خلال تراسل الحواس والشعور بالألوان لأن اللون يعتبر ظاهرة مستقلة تساعدنا في الكشف عن الفروقات البسيطة حضر الكثير من الزوار لمشاهدة لوحات ألونا كوزنيتسوفا ومن بين الزوار كان أصدقاء الفنانة وزملاء وجمهور من المهتمين وكل منهم تلقى الأعمال بطريقته الخاصة ومع هذا لم يترك أسلوب الفنانة الخاص أي منهم دون انطباع من العجب أن الفنانة لا تكشف عن أسلوبها الخاص الذي تتبعه وما يثير اهتمامي على سبيل المثال هو ما يشمله أسلوبها تحت كل لوحة مكتوب تقنيات مختلطة أهي ألوان مائية أم زيتية أم أنه نظام غريب من الألوان لا نعرف وبإمكاني كل مشاهدا أن يفكر بشيء مختلفا عن الآخر فيما يتعلق بالأسلوب المتبعي في اللوحات هذا العمل أثر في صميمي لقد رسمت بألوان باردة أبيض مزرق تماما كلون الثلج التي تساقطها مساء اليوم طبيعة الأحاسيس هو المعرض الشخصي الخامس لهذه الفنانة حوى هذا المعرض خمسة عشر عملا فريدا مزجت فيه عناصر الطبيعة بالإبداع البشري نهاية نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يو اي تي في بالعاصمة كييف شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة